اشتركوا في القناة يدخل جوه القصة ونفهم اكتر عن ابطالها وتتسلسل بقى الاحداث ونبقى متشوقين اكتر بعد ما نخلص كل صفحة الصفحة اللي بعديها فيها ايه زي بالضبط كأننا بنتفرج على حلقات مسلسل كلنا متشوقين عايزين نعرف ايه اللي بعد كده وايه اللي هيحصل والبطل هيحصل مع ايه ومع كل كلمة للكاتب في الرواية بنتشوق اكتر واكتر بنتعلق بيها اكتر باكتر وبابطالها معانا النهاردة الحقيقة الكاتب المتميز بتاع الرعب هم بيسموه كده هم بيسموه بتاع الرعب زي ما بقولكم كده بالضبط هو ده اللقب اللي هو مشهور به وهو طبعا ديفي اللي منورني النهاردة في الستوديو الكاتب الاستاذ محمد عسمت واللي هيكلمنا النهاردة عن واحدة من اهم رواياته واللي موجودة في معرض الكتاب الحالي وهي بعنوان وهاب الشروق تعالوا نبتدي كلامنا عن وهاب الشروق استاذ محمد منورنا ربنا خليكي دونور حضرتك وايه موضوع بتاع الرعب ده هو الموضوع بدأ ان انا من 2016 تقريبا بدأت اقدم قصص على الاكاونت الشخصي بتاعها الفيسبوك قصص رعب بشكل يومي تقريبا فبقت الناس تعمل منشن لبعض ويكتبه في الكومنتات هو ده بتاع الرعب اللي قلت لك عليه هاشتاج بتاع الرعب اه فطلعت من هنا بقى اوكي وطلع عليك اللقب ده اه بالزبط نتكلم شوية عن وهاب الشروق يلا بنا وهاب الشروق يعني انا ما شرحتش الحقيقة للمشاهدين القصة ايه اللي هي علاقة اكتر بفكرة الزلام لو عم على العالم فكرة الشمس لو بطلت تشرق فكرة النور لو بطلت يطلع وهيكون شكل حياتنا ايه وده اكيد هيكون حقيقي شكله مرعب اه الفكرة جات لك ازاي اه فكرت فيها انت يعني يدينا تفاصيل اكتر هو الموضوع بتكلم عن اسطورة قديمة بتقول ان الشياطين على الدوام منذ بدء الخليقة يعني بيعملوا باستمرار على انهم عايزين يوقفوا شروق الشمس او يعطلوا لمدة ساعة ده لو حصل هم هيقدروا يسيطروا على الارض وده اللي هم عايزين لكن عشان ده ما يحصلش في مجموعة من الناس بدأوا يحاربوهم واحدة واحدة بدأ الناس تقول عليهم ان دول وهاب الشروق لان هم بيساعدوا الكوكب او يساعدوا الارض يعني ان فيه شروق جديد يحصل اوكي مع تطور العصور طبعا وصلنا لان وهاب الشروق ما بقوش مجرد مجموعة من الابطال اللي بيحاربوا الشياطين دول بشكل تطوعي بس لان الموضوع خد شكل ادارة عامة بقت موجودة في دول كتير جدا من اهمها مصر فبقى عندنا هنا فرع للادارة العامة لوهاب الشروق بادارة مصرية كل العاملين فيه مصريين وبناخد القارق من ايده بقى بندخله جوا الادارة العامة لوهاب الشروق يشوف الدنيا بتمشي ازاي دي مؤسسة بقى مؤسسة عامة كبيرة جدا حاجة رسمية وبناخد القارق بقى ندخله جوا المؤسسة عشان بيحصل جواها حاجة مخيفة فبنبدأ نشوف الادارة بتشتغل ازاي اصلا على جانب يعني والجانب الاخر ايه اللي بيحصل جوا المؤسسة دي او جوا الادارة دي وهينتهي ازاي هاي فكرة الرعب في ان احنا ما بيطلعش علينا نور او فكرة الخوف من انه الشمس مش راجعة تاني واحنا دايما الشمس دي بالنسبة لنا يعني النور يعني الامل يعني بكرة يعني الجديد يعني الطموح يعني كل حاجة حلوة بنستناها مع الشروق ومع النور الفكرة دي ازهرتها في الرواية موجودة في الرواية لان الموضوع كله ان احد الالها الفراعونية القديمة كان بياخد المركب بتاعته الاساطير الفراعونية بتقول كده يعني وبينزل يمشي بيها في نهر النيل بس تحت الارض وبيروح يحارب مجموعة من الشياطين عشان يجيب شروق الشمس ويجي فالموضوع جاء من هنا ايه اللي يحصل لو الشمس مطلعتش مش من الناحية المادية بقى تأثير الشمس على الارض لأ من الناحية الروحانية شوية نفسية بقى كمان بالزبط من الناحية النفسية على مستوى الانساني هيكون ايه تأثير ده ده اللي اعتمدنا عليه في الرواية اوكي اوكي نتكلم شوية عن الغلاف نتكلم شوية عن تصميم نتكلم شوية عن الرواية بقى من بره يلا بينا احكي لنا شوية عن تصميم الغلاف وعن شكل الكتاب الغلاف من تصميم عبد الرحمن الصواف هو كان قرأ الرواية قبل ما تتنشر وكان صمم الغلاف بالشكل ده أنا طلبت منهم يحط الساعل على الغلاف دي لأن دي لها جوهر جوه الرواية يعني لها دلالة كبيرة جدا جوه الرواية ولكن هو كمان كان له رؤية كويسة جدا في الرواية طبعا بتل اتفاق مع دار النشر دار نون قدرنا نطلع بالغلاف اللطيف ده عايزة عرب بقى ايه حكاية الساعل جوه الرواية من تمام انا مش حاسكت برضو بوهنا لو قلت حرك حكاية الساعل جوه الرواية بقى خلاص رواية حركة طب نتكلم عن ابطال الرواية وحكايتها ماشي ابطال الرواية هم بطلين اه اكرم وهادي هدي ده على اسم ابن الكبير اه ربنا يخلي حضرتك اكرم كان زابط شرطة متقاعد وانها عمله في قطاع الشرطة وبدأ يشتغل في الإدارة العامة الوهاب الشروق وهادي ابن واحد من مؤسسين الإدارة بيخودوا مع بعض المغامرة اللي جوه دي لان والد هدي المهندس طاهر متهم بالخيانة العظمى للإدارة بسبب انه بيقال انه هو احضر احد الشياطين جوه الإدارة بدون علم اي حد اوكي فبيبدأوا فيه مغامرة على محورين محاولة السيطرة على الشيطان ده قبل ما يسبب مشاكل كتير وفي نفس الوقت محاولة تبريق وسمعة طاهر الوالد هدي بس هل هم هيقدروا يواجهوا الشيطان ده ولا لا؟ هيا دي بقى الفكرة نهاية الرواية يعني قدت للقارق نهاية للموضوع ولا سبتهى الخياله؟ والله انا عملت حاجة مختلفة شوية المرة دي ان انا حطت نهايتين مش نهاية واحدة يه؟ يقول لقارق ايه يختار اللي هو عاية؟ بالزبط لو ما اقتنعش بالنهاية دي عنده نهاية تانية طب وعمتها ازاي؟ ان في نهاية واحد وخلاص تمت بحمد الله اه قسمتهم وبعدين نهاية اتنين وتمت بحمد الله اوكي فهو هيقرأ والنهايتين بالمناسبة مكملين بعض يعني اللي هيقرأ النهاية واحد لوحدها ممكن يرضى بيها يقرأ نهاية اتنين لوحدها ممكن يرضى بيها لو قرأ النهايتين وراء بعض هما بيكملوا بعضها كتبت حاجة غير الرعب يا سيد محمد؟ ولا كل كتابتك رعب؟ يعني هل الكتابات او احساسك بالكتابة بيميل اكتر للرعب بس؟ في مجال الرواية كان كله رعب لكن كان لها تجربة في مسلسل ازاعي نزل اونلاين رمضان اللي فات ايوة كان بطولة انضال الشفعي بايومي فؤاد وبشرة وكريم الحسيني طبعا ومن اخراج كريم الحسيني ده كان تشويق واثارة وفي جريمة ما كانش رعب خالص والحمد لله يعني كان ردود الفعل عليه لطيفة لدرجة الناس خلتنا فكر اكتب حاجة تانية اوكي بس هي فكرة الاثارة والتشويق اه بالزبط هي دي نفس الفكرة لفكرة ساسبانس زي ما بنشوف في الافلام او زي ما بنشوف في الاعمال الدرامية نفس الفكرة بالزبط هو كان المسلسل بيتكلم فكرة من القاتل لو عندنا جريمة واحنا على مدار التلاتين حلقة في رمضان بنحاول نلاقيه على فكرة نسمعته المسلسل ده نسمعته منه حلقة او حلقة تي اه 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 نسمعته منه كذا حاجة وكان بالفعل تشويقي جدا الحمد لله على فكرة مبروك متأخر شوية بس ان شاء الله بارك لك على طول في اللي جاي ان شاء الله طيب خلينا نتكلم عن فكرة الرعب بشكل عام هفي انواع في الرعب في الروايات في الكتب فيه 16 نوع 16 نوع رعب ايه هما فيه رعب نفسي ده اللي بيتكلم عن اشهر الامراض والمتلازمات النفسية وايه اللي ممكن يحصل ده لي علاقة بالامراض النفسية بالضبط والمتلازمات الغريبة لان فيه بعض المتلازمات النفسية الغريبة اللي فعلا مرعبة وفيه رعب معوي ده الرعب المتعلق شوية بالدم والتقطيع والدبح ذه بالضبط زي فيلم سوو مثلا زي فيمباييرز بقى والحاجات دي في الابلاب الحاجات اللي يعلقى بالدم بالضبط فيه رعب فلسفي وده بيعتمد بشكل أساسي على طرح فكرة ماذا لو مثلا ماذا لو زي مثلا وهاب الشروق ماذا لو أن ما فيه شروق شمس خالص ايه اللي ممكن يحصل وبيتناول الموضوع ده بشكل فلسفي مرعب شوية وعندنا رعب ديني ده اللي بيعتمد شوية على العناصر الدينية في التعامل جوا الرواية يعني مثلا شيخ بيقرأ أيات معينة من القرآن على حد ممسوس أو هكذا يعني والنوع ده معلش يسمح لي يعني أعطح حضرتك النوع ده أعتقد من الرعب النوع اللي اللي هي علاقة بالجن وما وراء الطبيعة والعفاريت والحاجات دي أعتقد أن النوع ده بيلقى استقبال من المصريين والوطن العربي بالزبط لأنه شبه ثقافتنا شوية بالزبط صح؟ ده يعني رعب الجن ده نوع مختلف شوية غير الرعب الديني لأن الرعب الديني في بعض الأحيان بيلجأ لاستخدام رموز دينية من ديانات مختلفة لكن الرعب الجن شوية بيعتمد على الجن خصة تانية والجن كمان الناس بتدور عليه وبتروح له لأنه قريب من ثقافتنا وقريب من العيشة اللي احنا عايشينها فالناس بتدور عليه باستمرار بالزبط كده وفكرة الحسد والجن وقارينك والحاجات دي كلها والأعمال والشيوخ والدجالين الحاجات دي كلها موجودة بالزبط نكمل الأنواع طيب في عندنا كمان الرعب الساخر الساخر ده اللي بيعتمد على أن أنا بخوف حضرتك طول المشهد بس المشهد مش بينتهي بحاجة مرعبة وبينتهي بقفة فإنني بعمل في حد مقلب بالزبط أخوفه في الأول أو خضه بسوف الآخر هيدحك هندحك في الآخر الرعب الرومانسي زي مثلا فيلم توايلايت اللي هي قصة حب بس في عالم مرعب طبع في عندنا ولقيت نجاح كبير جدا طبعا لقيت نجاح كبير جدا يعني على مستوى العالمي خصوصا أنها كانت مكتوبة حلو والنوع ده من الرعب كمان قليل شوي طبعا مش موجود عندنا كمان الرعب العلمي ده اللي هو نوع من الأدب مزيد ما بين أدب الرعب وأدب الخيال العلم بنناقش حدوتها مرعبة في عالم خيال العلم زي فكرة هاري بوتر مثلا بالزبط مثلا اللي هو الخاتم والسحر والكائنات الغريبة والكده في رعب العلم الآخر ده نوع بيعتمد على الكلام عن الكائنات والخرافات الأسطورية اللي موجودة في التراص البتاع الحضرات زي مثلا الفمبيرز الزومبي عندنا هنا نداها أبو رجل مسلوخة أو هنا الغولة فده نوع رعب العلم الآخر رعب المقابر طبعا هو باين من اسمه ده عالم طبعا مختلف تمام رعب الروح ده شوية نوع حساس من الرعب مش كل الناس بتكتب فيه يعني ايه رعب الروح بقى؟ ده النوع اللي بيتكلم عن الروح لما بتخرج من الجسم بيقال في بعض الحضرات انها مش بتروح عند ربنا على طول ساعات بتعلق في الأرض لأسباب معينة قد يكون منها مثلا ان الروح دي ماتت بشكل عنيف جدا أو ماتت مقتولة واللي قتالها ما خدش جزاؤه أو لم تدفن بشكل لائق فالروح بتفضل علقة لحد ما بينتفي سبب وجودها ايه الرعب المنزلي ده بيتكلم عن لو في حاجة في البيت ملعونة ودايما الرعب المنزلي أغلب يعني 90% من حكاياته بتبدأ بان خدنا حاجة من حد غصب عنه فهو لعنا بقيت فيه لعنة في الموضوع أوكي فيعني لا الرعب واسع جدا لا ده أنواع كثيرة اتعبت وانا قاعدة وحرفت بتحكي لا هو كتير يعني اه ده أنواع كثير جدا الناس اللي بتقبل على قراءة الرعب ده حقيقي جدا تصور؟ اه انا ما كنتش عارفة الموضوع ده لا القراءات أكتر طبعا اه بالحب بنخاوف نفسنا احنا برضو شو ايه بس عايزة أقولك دي حاجة حلوة جدا اه انا بالنسبة لي ان القراءات دول منهم الأم ومنهم اللي هتبقى أم ايه فهيعود ولادهم على القراءة لأنهم عارفين أهمية القراءة طبعا فأنا بالنسبة لي ده ما كسب كبير بس فكرة الساسبانس كنا دايما في الكتابة يعني تحديدا وفكرة الإثارة والتشويق وكده كنا دايما بنربطها بالشباب أو بالمراهقين مش عارفة ليه دايما اللي بتتربط بيهم عشان هما الناس لما بتبدأ قراءة بتبدأ قراءة في سنة صغيرة جدا فبيدور على الكتابات اللي احنا بنقول عليها بوب أرت كتابة البوب أرت دي هي كتابة الرعب والجريمة والإثارة والتشويق والحاجات دي كلها فبيبدأ يقرأ فيها لغاية ما بندخله يعني ايه بالبلد كده تعالى بنضحك عليه نجيبه عندنا آه لحد ما نجيب رجله آه بالزبط بعد كده بيتدرج بيعرف أن فيه أنواع تانية من الأدب مختلفة عن النوع اللي هو بيقرأه فبيبدأ يقرأ ده ويقرأ جنبه حاجة تانية واحدة واحدة بيتطور ريته طبعا لغاية ما بيقرأ كتب الأمهات يعني زي ما بنقول هاي كتبت قد إيه عادت تكتب قد إيه في وهاب الشروق وهاب الشروق اتكتبت أربع مرات وأعادت فيها سنة وثمان شهور أربع مرات أربع مرات وسنة وثمان شهور آه وكل مرة بخلصها وكتبت تعدها بحمد الله بمسحها خالص وأبدأ أمل أول يعني مش بعدي للنصة أصلا إيه اللي كان بيزعجك للشكل لا مش بيزعجني بس يعني السنة اللي فاتت كان ليه روايا في معرض الكتاب كانت باسم النيدلان والحمد لله القراء تقبلوها بشكل كويس جدا فكنت عايز حاجة على قدر تطلعات القراء لأنهم طبعا بقى عايزين حاجة أفضل من النيدلان وإلا أنا مش هبقى بتطور فكنت بدور على الحتة دي قوي مين مثلك الأعلى في كتابات الرعب؟ يعني مين اللي حببك في كتابات الرعب؟ مين اللي لما حببت تثقف نفسك ككاتب بتتخصص في مجال معين في الكتابة؟ بتحب تقراله؟ بتحب تتعلم منه؟ وده موجود في كل مجالات على الكتاب بش في الكتابة بس في الأدب العربي دكتور رحمة خيالة توفيق الله يرحمه لأن الرجل ده هو أول حد أنا قريت له رعب أو تشويق يعني في الكتابة كلها عموما وكنت واخده مسأل أعلى في الأدب الغربي طبعا ستيفين كينج وهو واحد من أشهر كتاب العالم وأكثرهم غزارة في الإنتاج فالحقيقة برضو ستيفين كينج عنده قدرة حيلة على السرد المرعب فبرضو الواحد بيبصله على أنه مسأل أعلى وحضرتك بتكتب ممكن تتخيل أنه الرواية دي ممكن تكون في يوم من الأيام فيلم يعني في أفلام رعب كتير جدا الأفلام الرعب دي بتبقى يعني هواية عند الناس وبعدين في مرحلة عمرية كده احنا مش عايزين نتفرج فيها آخر على أفلام رعب بنا مرعبين بس احنا مصرين نتفرج على أفلام رعب ده حقي ومنامش لوحدنا ونبقى خايفين جدا بس لازم نتفرج بس هتفرج يعني هتفرج بتتخيل وحضرتك بتكتب الرواية أنه دي ممكن تكون فيلم وهل تصلح أنها هتكون فيلم ولا لأ ولا بتكتبه خلاص لأ أنا بتخيل الرواية قبل ما بكتب خالص على أنها فيلم بدماغي بأبطال حقيقيين يه للعكس بقى أه وبعد أرتب مشاهد الفيلم في دماغي وساعات أقول لأ المشهد ده ما كانوا هنا مش حلوة احنا نجيبه في الآخر وهكذا وبعدين أبدأ أكتبها وبتمنى طبعا أن الرواية تتحول لفيلم لأن جمهور الحاجة المرئية المحتوى المرئي أكتر كتير من جمهور المحتوى المقروق يعني فبنتمنى طبعا أي كاتب في الدنيا بيتمنى أنه يشوف عمل وفيلم أو مسلسل أكيد أكيد طيب خلينا نطلع لفاصل ونرجع لحضرتك مرة تانية أن يستكمل كلامنا عن رواية اللي بنتكلم معنا عن نهاردة وهي وهاب الشروب بنتكلم كمان طبعا بشكل عام عن كتابة الرعب نطلع لفاصل ونرجع لحضرتكم على طول ورجعنا لحضرتكم مرة تانية ومنورنا في الستوديو الأستاذ محمد عسمت بتاع الرعب زي ما كل القراء اللي بيقرولوا بيقولوا عليه صاحب رواية وهاب الشروق حكينا أكتر عن اختياراتك حكينا أكتر عن الكتب اللي بتحب يعني تقراها بشكل عام وهل بس هي رعب؟ قراءاتي بشكل عام أنا بقرأ أي حاجة كل حاجة أي حاجة وأنا صغير لما كنت بروح أشتري حاجة بتتلفف ورقة كنت بفك الورقة وأقراها معقول؟ أه فأنا عندي هوس بقرأة أي حاجة لأن أنا مؤمن أن ما فيش كتاب الكتب مش هطلع منه بحاجة أكيد على الأقل هطلع بكلمة جديدة ما كنتش عارفها هتعلم كلمة جديدة فأنا يعني أنا الحمد لله بقرأ أي حاجة قراءاتي في الرعب انتقائية شوية بحكم شغلي فبدور على الحاجات اللي فعلا ممكن أسقف لها وأنا بقرأها فكرة ارتباط تكاتب الرعب بالظواهر الغمضة أو بالظواهر الغريبة وزي ما حضرتك ذكرت أن كل مجتمع عنده ثقافاته يعني إحنا مثلا كعرب بنفكر مثلا برجل مسلوخة ومن الغولة إن نديها الحاجات اللي إحنا دايما بنسمع عنها وبتخوفنا منه إحنا صغيرين طبعا بالوقتي إحنا اللي هنخوفها الحاجات دي أه طبعا بقى خلاص بقى هذا كان زمان الكلام بس فكرة الارتباط بالفكرة الغريبة فكرة الارتباط بالظاهرة اللي ممكن تكون موضة في وقت من الأوقات ممكن بصي هو كل مجتمع في حاجات ظواهر وأساطير وكلام من ده بتكون مخيفة بالنسبة له أكتر من أي مجتمع تاني أيوه صح يعني إحنا عندنا هنا لما تبقى شبهه أه بالظبط شبهه زي ما بنتكلم عن فكرة الجان والعفارية أيوة بالظبط الطفل الصغير لما بييجي ينام مامته بتخوفه وأجيب لك أبو رجل مسلوخة مثلا آآ قط الفران فاكر قط الفران دي طبعا قط الفران دي من الحاجات اللي كانت بترعبني أنا بشكل شخصي وأنا صغيرة طبعا آآ لكن مثلا لو رحنا دولة زي اليمن آآ وحاكنا لهم عن نداها ومن الغولة ماشي حاجة بتخوف بس أنا مش هقابلها في الشارع فمش هخاف منها أيوة لكن لو حاكنا لهم عن الطنطل عن العزروت دي حاجات هما بيترعبوا منها دي أنواع من الجن هما عارفين أو بيقال أن هما سكنين شوارع اليمن مثلا آآ لو رحنا لمغرب لو كلمناهم عن الحاجات دي ماشي أوكي لكن عائشة قندشية لا بيخاف فكل مجتمع له زواهر ولو حاجات هو بيخاف منها بيختلف الموضوع جغرافيا وتاريخيا كمان يا إحنا عندنا هنا حكايات نداها موجودة في الصعيد والأرياف أكتر من القاهرة وسكندرية أيوة آآ يعني في حاجة أو حكاية من حكايات بتقلف سكندرية عن حد اسمه حسن بيطلع من الميا يشد الناس آآ زي عروس البحر كده نفس الفكرة دي كنا نخاف نطلع على البحر بالليل زمان وإحنا أطفال علشان لا تطلع لنا عروس البحر تخطفنا وطبعا هما كانوا بيخوفون عشان ما نقدرش نطلع على البحر بالليل فلو حكينا الحكاية دي في الصعيد مثلا فمفيش هناك بحر أيوة فلا مش هكتنعو بيها أول مش هيخاف صح فالموضوع بيختلف من مجتمع لآخر بغرافيا وتاريخيا صح صح فيه كمان فكرة أنه كل مجتمع لي الزواهر اللي شبهه ده تكملة على كلام حضرتك بمعنى أن احنا أحيانا لما مثلا تعمل فيلم رعب في مصر فيلم رعب مصري مثلا أو مسلسل رعب مصري لو مش شبه ثقافاتنا هتلاقي الناس بتقولك إيه ده؟ ده مش شبهنا خالص على الرغم أن أنت ممكن تتفرج على فيلم رعب بتاع اليينز أو عن كائنات فضائية مثلا أمريكاني هتصدقه وهتعيش مع أحداثه وهتتأثر بيه بالضبط هقولك حاجة غريبة جدا أنا سبب أن الناس عرفاني هو أني بعدت شوية عن الرعب الشرقي وتخصصت أكتر في الرعب الغربي ليه؟ لأن مؤخرا الرعب الشرقي بقى موجود كتير قوي وفي ناس أسادزة محترمين جدا بيكتبوه بشكل عبقري فأنا حسيت أن لأ أنا ممكن أتميز في حتة تانية اللي بيفرق حاجة عن حاجة هي المعالجة طبعا طبعا يعني هو بيقال يعني أن كل قصص الرعب حكت قبل كده وكل أفلام الرعب شافت قبل كده بيفرق ده عن ده هي المعالجة صحيح فالمعالجة لو موجودة صح بغض النظر عن الأحداث الناس هتحبها وتقتنع بها طبعا ويظل كلام حضرتك صح أن الرعب الشرقي هو أول حاجة الناس بتجري عليها تتفرج عليها أو تقراها أو تسمعها لحين ما يتأكدوا هل حدوتة بتحترم عقليتهم أو لا بالزبط كده ولو ما احترمتش عقليتهم الحقيقة طبعا بيحكموا عليها بالفشل طبعا على طول القارئ أو المشاهد أنا دايما بقول أنه هو أسكى واحد في الوضوع كله طبعا يعني أسكى من الكاتب أسكى من الناشر أسكى من المخرج من الكل هو دايما أسكى جزء في الموضوع فهو قادر أنه هو ينجح الحاجة الحلوة بجد وقادر أنه هو لا حقيقا ما بيتضحكش عليه القارئ ولا المشاهد ما بقدرش نتحك عليه ده حقيقي ولا نحب لا أبدا خالص طبعا طيب إحنا معنا الحقيقة النهاردة تقرير عاملينه عن أدب الرعب بما أننا بقى بنتكلم عن أدب الرعب وعن الفنتازيا والقصص الخالية كان لازم نتكلم كمان عن أشهر سلسلة روايات خالية وهي سلسلة ما وراء الطبيعة للكاتب الأستاذ أحمد خالد توفيق تعالوا نشوف مع بعض التقرير اللي عملناه ونتكلم شوي عن فكرة أدب الرعب ونرجع لحضراتكم طبعا والي الكاتب اللي منوارنا النهاردة الأستاذ محمد عسمت مرة تانية فالتعال بالتزامر مع معرض الكتاب المقام في الوقت الحالي في التجمع الخامس موجود عدد كبير من الكتب للمؤلفين الراحلين زي نجيب محفوظ وأحسان عبد القدوس وغيرهم من اللي ربوا بكتبهم أجيال رسموا فكر أجيال كتير ويحكى أنه بيستعرض النهاردة سلسلة من أهم السلاسل وهي ما وراء الطبيعة للكاتب أحمد خالد توفيق جزء كبير من طفولة جيل التسعينات وشباب التمانينات بدأ مع سلسلة ما وراء الطبيعة للكاتب أحمد خالد توفيق واللي بدأ فيها سنة 1993 وحتى سنة 2014 كتب فيهم حوالي 80 عدد 80 عدد عاش معاهم آلاف الشباب وكلهم عاشوا مع رفعة إسماعيل بطل السلسلة وحواديته ومغامراته مع الموميوات وبالرغم من أن القصة خيالية والشخصيات خيالية إلا أن خيال معظم الشباب كان مرتبط بالشخصيات فمين فينا ما سبش مذكراته وكمل حواديث ما وراء الطبيعة في عالم مليان بالقصص والرعب واللي كان جديد على الشباب في الوقت ده وبالرغم من أن ما وراء الطبيعة خلصت سنة 2014 إلا أننا في 2021 لسه بنقراها وحتى اللي ما أراش شاف العمل اللي تحول لمسلسل السنة اللي فاتت وقام ببطلته أحمد أمين وحقق نجاح كبير جدا وبالرغم من النجاح الكبير لمسلسل ما وراء الطبيعة إلا أن النجاح أحمد خالد توفيق لم يتوقف عند السلسلة بل بعدها أقدم العديد من النجاحات من خلال سلاسل أخرى زي فانتازيا أو حتى الروايات اللي حققت نجاح كبير جدا وترجمت بعدة لغات مختلفة زي رواية يوتوبيا وغيرها كتير من الروايات والقصص لأحمد خالد توفيق اللي شكلت فكرة وجدان جيل كامل من الشباب فيجعنا لحضراتكم مرة تانية والحقيقة أن الرواية اللي بنتكلم عنها النهاردة وهي رواية وهاب الشروق عايز أقول لحضراتكم أنها موجودة بالفعل في معرض الكتاب موجودة في معرض الكتاب في جناح دارنون صالة 2 جناح C5 وأخبار الإقبال عليها إيه والله الحمد لله أفضل ما كنا متوقعين بكتير بجد طب هاي الحمد لله خلينا نتكلم كمان عن فكرة البرنامج اللي عملته على اليوتيوب والبرنامج ده الحقيقة يعني لقى نجاح كبير جدا طبعا من عشاق الرعب الحمد لله وهو بيحمل نفس الاسم اللي بيولقى بيه الأستاذ محمد عسمت واللي هو بتاع الرعب صح كده؟ مظبوط احكي لنا عن الفكرة احكي لنا إيه اللي خليك تتوجه للسوشيال ميديا أو لليوتيوب احكي لنا كنت بتقدم فيه إيه؟ هو الموضوع ما كانش في دماغي خالص وأنا ما كنتش مقتنع إن أنا ممكن أعمل حاجة زاكن لحد ما قابلت صديقي باسم الخشن اللي أنا في الفترة الأخيرة بعتبره شريك نجاح يعني لأنه هو دايماً داعم جداً فكنا بنصور برومو لرواية برواية بتاعتي فهو قال لي أنت بتحكي كويس ليه ما فكرتش تقدم برنامج حل فقالت له لأ أنا موضوع مش في دماغي وأنا مش مقتنع إن أنا بحكي كويس قال لي طيب تعال نسجل حاجة واسيب الحكم للناس تجرب قاعد يقنعني كتير لحد ما في الآخر قدر يقنعني الحمد لله سجلنا الموسم الأول حتى كان سجلنا منه حلقتين كل حلقة سبعة دقائية كانت حاجة بسيطة جداً كده لما نزلوا فالحمد لله يعني لقينا الإقبال فيوورز كتير جداً آه الحمد لله إحنا تقنعنا مليون فيو دلوقتي آه فقال لي يلا نكمل ومن هنا بدأ بقى الموضوع وليس بتعملوا لحد دلوقتي توقفنا الفترة الأخيرة بسبب ظروف الكورونا لأن أنا مش من القاهرة وأنا من دمياط فسفر في الظروف دي صعب على يشوية أكيد أكيد وكسلان شويتين بصراحة يعني هو دايماً أنا بتخانق مع باسم إنه هو يلا نعمل حاجة للناس وأنا كسلان شوية أوكي فإن شاء الله راجعين قريب بالموسم الخامس إحنا عملنا أربع مواسم إن شاء الله راجعين قريب بالموسم الخامس بتقدم فيه إيه بقى بتاع الرعب رابا يعني إيه اللي بتحكي فيه في السبع دقائق بنحكي فيه قصص رعب حقيقية حصلت لناس فعلاً في أماكن مختلفة من العالم وهم حكوها بنحطها بقى في شكل درامي شوية بنحكيها للناس على شكل حدوتة حل تحترم عقليتهم كده هايل هايل بتتكلم عن أي حاجة من رواياتك في الأربع مواسم اللي فيها تتكلمت عن أي حاجة ليه علاقة برواياتك ولا أنت فاصل الكاتب عن بتاع الرعب اللي بيقدم في اليوتيوب بالزبط إحنا سيبين يعني عشان ما يبقاش برضو الموضوع الناس تقول إيه إنه هو دعائي أكتر منه كنت بيحترمهم يعني فإحنا بنقدم البرنامج بشكل مستقل بعيداً عن هذه الروايات حلوة قوي حلوة قوي نتكلم شوية عن فكرة ظهورك على الشاشة بأي شكل من الأشكال يعني واضح إن حررتك برضو عندك توجه إعلامي شوية يعني عملت مسلسل إزاعي فكرة البرنامج اليوتيوب حررتك شايف إنه النوعيات دي من المحتوى اللي ليها علاقة بالرعب والإثارة والتشويق مقلين مش موجود كتير منهم؟ في الفترة الأخيرة بقى موجود كتير ولكن في حاجات كتير شبه بعض فالناس بتدور على الحاجة المختلفة دائماً يمكن ده أنا كنت بقول له حدريك من شوية أنا قلت لأ خليني مختلف شوية فمحتوى لما بيتقدم بشكل مختلف أعتقد بيلاقي قبول عند الناس إيه شكل المحتوى اللي كنت بتقدمه على السوشيال ميديا؟ إن أنا كنت بقدم حاجة قصص رابح حقيقية فعلاً حصلت لناس هم حكوها على مواقع ومنتديات أجنبية أو عربية آه مش مصرية بس أو مش عربية بس آه فأنا كنت بأنطقي من القصص دي الحاجات اللي أنا شايف إنها تستحق تتقدم للناس طبعاً كنت بس تأذن أصحاب القصص وكنا بنعالج الموضوع شوية درامياً بحيث إن هو يتعامل في شكل حدوتة آه لأن في بعض الأحيان هو بيكون موقف حصل مع حد مش مالوش بداية ومالوش نهاية آه حصل فبنعالج الموضوع شوية من غير ما بنشيل أو بنحط أي حاجة على الحدوتة نفسها وبنقدمها للناس تحكي لي موقف داي موقف من الأربع مواسم موقف مرهب بس يعني متماشي أكيد مع مجتمعنا آه من أكتر القصص اللي كانت خوفيتني أنا شخصياً وأنا بقدمها كانت قصة بنت بتحكي إنها كانت مسافرة على الطريق بالليل آه هي كانت من أمريكا آه والبنزين في العربية قرى بيخلص فاضطرت إنها تقف في محطة بنزين ما فيهاش غير عامل واحد بس عشان تحط بنزين فسابته يحط لها بنزين في العربية وقررت إنها تتوجه للحمام تغسل وشها وتفوقش وعشان تقدر تكمل فالراجل اللي عامل قال لها لو سمحت تقفلي الباب على نفسك كويس لأن أحياناً فيه شخص مجنون بييجي البنزينة المنزينة هنا والراجل ده لو جي أنا بيجي بسلاح دايماً فأنا هدخل أستخبى ومش هقدر أساعدك فانت قفلي الباب على نفسك وما تفتحي لهش والبنة عملت كده بالفعل وفجأت إن كلام الراجل ده حصل والشخص المجنون ده جيه وصوته مرعب جداً وبيحاول إنه هو بيخوفها قاعد بيقناعها إنه هو مش بين آدم بس لأ أنا عندي قدرات كمان وهقدر وهدخل لك وهجي بك وبتا وبعدين الراجل اللي عامل في البنزينة تقريباً هي صعبة عليه فقرر يتدخل في الموضوع فحصل صراع ما بينه وما بين الراجل المجنون ده وكان صراع مرعب جداً وقدر في الآخر إن عامل البنزينة انتصر على الراجل المجنون طب الحمد لله لما خرجت هي من الحمام ودي قصة حقيقة دي قصة حقيقة حرجت هي من الحمام اكتشفت إن مفيش راجل مجنون ولا حاجة دول الشخصيتين دول عايشين جوه البناء آدم ده جوه عامل البنزينة وما بيقدرش يتحكم في نفسه يعني أحياناً الشخصية دي بتتولق قيادة وأحياناً الشخصية دي بتتولق قيادة فالصراع اللي كان بيحصل ده بالصوت اللي بيتغير بالأتيتود المختلف هو بين أدم واحد كل ما شخصية بتتملك منه بيتكلم بطريقتها وبسطها وده حقيقي موجود ده طبعاً ده تعدد الشخصيات مرض معروف يعني آه يعني ده حقيقي موجود قدر أتغير صوتي بشكل بطريقتي الشكل لأ لكن الصوت بيتغير طريقة الكلام بتتغير وعايز أقولك إن في بعض الحالات الندرة جداً إحنا عندنا في مصر أو في الوطن العربي أو كده نقول عليهم ملبوسين مثلاً نقولوا عليهم كده مثلاً ده عنده ده مخاوي ده ملبوس الحاجات اللي بتسمعها اللي هي المشعبية دي لكن الموضوع هو مرض اسمه تعدد الشخصيات عايز أقولك في حالات ندرة فعلاً فيه شخصيات جوه الإنسان بتتكلم بلغات الشخص الأصل ما يعرفهاش آه يعني بدأ يتعلم اللغة دي لما كان فلان فلان ده هو جزء من شخصياته المتعددة اللي عايشه جوه أوكي حدرتك كتبت مسلسل إزاعي كتبت قصص قصيرة كتبت رواية كتبت حاجات كتير جداً مسرحية وكتبت فيلم وكتبت فيلم لسه منزلش وعملت بودكاست إزاعي جميل جداً بتنتمي لأي نوع من هذه الكتابات لا أنا بنتمي لمدرسة التجريب بحب أجرب كل حاجة كل حاجة طالما حاجة هتخليني أكتب بحب أعملها بحب الكتابة جداً فأنا لو ما كتبتش بطعب فلازم أكتب وبحب أجرب كل مرة في حاجة جديدة جميل أنا بشكرك على وجودك معنا النهارة أنا اللي بشكرك على الفرصة دي والله ويعني فرصة سعيدة أستاذ محمد أنا أسهل خوفتنا شوية بس يعني مش مشكلة والحقيقة أنه فعلاً زي ما كنت بقول أنه كتبات الرعب الحقيقة هي عالم مختلف تماماً ليها قراءها وليها الناس اللي بتحبها وليها الأعمار اللي بتلاقي نفسها فيها ويعني رحلة كبيرة جداً بتبقى قصة كبيرة جداً وطبعاً موضوع صعب أكيد من الناس بالك مش سهل مرهق جداً أكيد أكيد بس أتمنى لك التوفيق إن شاء الله يكون اللي جاي أحسن إن شاء الله بشكركم مشاهدينا وكده بنكون وصلنا معاكم نهاية حلقتنا النهاردة كنا بنتكلم مع الكاتب والأستاذ محمد عسمات اتكلمنا معاه عن روايته وهاب الشروقه اللي هي مبودة بالفعل دلوقتي في معرض الكتاب كان معاكم رانيا السيد بشكركم اشتركوا في القناة